بحث وزير الخارجية العرقي فؤاد حسين خلال استقباله لنظيره تركي هاكام فيدان في بغداد إبرام اتفاقيات دائمة في مختلف المجالات بين البلدين حسين أشار خلال مباحثاته إلى أن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير النفط العرقي يجري مباحثة جادة في تركيا في هذه الأثناء وبدء الحوار بشأن التعاون على المستويين الإقليمي والدولي على طاولة المباحثات هناك حسين وفيدان أكد أن إدارة المياه ملف مهم للجانبين ومن الضروري بحثه بعمق وتم بحث الملف الأمني بشكل مفصل بين الجانبين وبحث تعزيز آليات التعاون بشأنه من جهته وزير الخارجية التركي عبر عن أمله في إبرام اتفاقية دائمة وشاملة تعزز المصالح المشتركة وربط الملفات موضع النقاش بين الجهات الوزارية في البلدين وبمختلف المجالات